ما أشار زغدار إلى أن إصلاح المجلس الوطني للاستثمار من خلال إحصاء وإنشاء الشباك الوحيدة مع تمثيل الهيئات لمنحي القرارات وترخيص والوثائق مع إنشاء منصة رقمية للمستثمرين ضمن سياسة مزايا وأنظمة تحفيزية يهدف إلى تماشي بجدية مع البيئة الاقتصادية وفقا لمخطط الحكومة وذلك لضمان تنمية إقليمية من أجل تفعيل واستحداث منصب الشغل كما تم إنشاء الشباك الوحيد للمشاريع الكبرى وكذلك للمشاريع ذات الاختصاص الوطني في هذا المجال وإنشاء منصة رقمية للمستثمر تسمح بتوفير كل المعلومات اللازمة للمستثمرين مع التوجيه الحوافز والمزايا من خلال هيكلة جديدة للأنظمة التحفيزية للاستثمار ظلم سياسة توجهها للاستثمار وعليه تم إقرار مزايا وحوافز ظلم ثلاثة أنظمة تحفيزية